معكم قناة وصفات انفدواء اليوم سوف نتقسم معكم كيفية تحضير الخامير الطبيعية بالشعير كيمة عزمان نجيب ايناء الزجاج نحط فيه كاس على الشعير من الاحسن يكون رقيق ورطب نضيفه بالتقريب كاس وربع تع الماء الدافي مع التحريك بملعقة خشب ضروري وليست ملعقة تع المعدن او تع الحديد نضيفه كاس الأول على الماء ومن بعد بالتدريج نضيفه الكاس الثاني تحصلوا على المزيج اللي يكون جاري كما تشوفوا بعد التحريك وبعد شوية سوف تحصلوا على هاد القوام بعدها نجيب ايناء التعطين ولا تع الفخار كما تع زمان إلا ما عندكم ش استعملوا البلارة الزجاجية ولا كما تستعملوا ايناء بلاستيك ولا ايناء تع المعدن او تع الحديد بعدها نضيفه الخميرة الطبيعية نضيفه هنا رب حبات او خمسة التمر من الاحسن يكون التمر للحميرة اللي يجي يابس وكهل كما هذا إلا ما عندكم شديروا كمشة صغيرة تع زبيب وللازوج حبات او شريحتين تع الكرموس اليابس او التين المجفف والذي يفصوا اللازوج تع التوم بالقشرة التعروب نشقوا الحبات التمر ونخلوهم بالناوات التوحن نضيفه في الوسط الخميرة نضيفه المعونة تعنا ونضيفه في البلاكر او مكان مضلم مدة 8 و 40 ساعة اي نيومين كاملين ونتحصلوا على هاد القوام بعد 8 و 40 ساعة نضيفه الاناء التعناف في التلاجه خلو الخميرة لحين الاستعمال يعني نحتفضو بالخميرة لحين نحتاجوها ما نستعملوش في خبز الشعير كامل الخميرة الفورية او خميرة الخبز نستعملو غير هاد الخميرة نسرغوها وهذا كالمعون ما تغسلوه ما والو زيدو نفس الخليط وعاودو ربو خميرة واحد اخرى حطوها في التلاجه لحين الاستعمال ومزيد من الوصفات اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس سلسلكم كل جديد والى اللقاء